أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفاية أن عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الساحل بالجماعة الترابية الطاح تمكنت مساء أمس الأحد من إحباط محاولة للهجرة السرية نفذها حوالي ستين شخصاً انطلاقاً من المنطقة المعروفة بركبة الجرف على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلو متراً جنوب مدينة طرفاية وأوضحت أنه خلال هذه العملية عمد هؤلاء المهاجرون السريون إلى استهداف أفراد القوات المساعدة رشقاً بالحجارة مما اضطرهم إلى إطلاق طلقات تحذيرية الأمر الذي أسفر عن توقيف ثمانية أشخاص مغاربة وحجز قارب مططي مزود بمحرك مع وعائين للوقود بسعة خمسة وعشرين لتراً بينما تمكن باقي المهاجرين السريين من الفرار مستغلين تضاريس وطبيعة المكان وفي أعقاب هذا التدخل يضيف المصدر ذاته تم تنفيذ عملية تمشيطية للمنطقة عثر خلالها على جثة مواطن مغربي مصاب بجرح غائر جرى نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون حيث وضعت رهن التشريح الطبي وقد تم فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بعملية الهجرة السرية هاته